ترجمة نانسي قنقر والارتقاء بها نحو مستويات أوسع بما يحقق المصالح المشتركة للبلادين والشعبين الصديقين وخاصة العلاقات الثنائية في المجال التشريعي منوها في الوقت ذاته بما تزخر به جمهورية البوسنة والهرسك من تجارب تعكس قيم التسامح والتعايش ولفت معالي رئيس مجلس الشورى إلى أن المشروع الإصلاحي الكبير لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى قد فتح أفاقا جديدة للعلاقات مع مختلف دول العالم من جانبه أشاد الرئيس حارث سيلاديتش بما تشهد مملكة البحرين من تطور ونهضة في ظل قيادة جلالة الملك المفدى منوها بمبادرات المملكة في تبني الحوار والتعايش والسلام مع كافة الأديان والحضارات والمذاهب حتى باتت نموذجا عالميا رائدا في هذا المجال مبديا ارتياحه لما شاهده في مملكة البحرين من نهضة ورقي ومتمنيا للمملكة وشعبها دوام التقدم والازدهار